اليوم رح نعمل شاربة كريمة الفطر وحنقدمها بالخبزة طريقة كتير مميزة وحلوة وعن جد الطعم بيكون فيها مختلف وجدا خرافي معلقتين زبدة مع معلقتين زيت زيتون رح ننزل البصلة ونقلبها 3 دقايق تدبل بعدين مننزل 3 حبات تومي بنهرسهم كمان 3 دقايق ومننزل الفطر قطعته شرايح منقلبه لا يستوي تماما بعدين مننزل معلقة كبيرة من الطحين بقلبه مع الفطر شوي بعدين بنزل المرأة 3 أكواب من المي دوبت فيهم مكعب مرأة دجاج رشة فلفل أسود ومنفرومها بالهند بلندر أنا بحب أفرومها 90% يعني بخلي فيها شوي تقطع مشروم باينة كوب من كريمة الطبق وإذا ما توفر منستبدله بكوب من الحليب 5 دقايق أول ما تبدأ تغلي منطفع عليها استخدامت خبزة السوردو اللي بتيجي توبنج معها الجبنة والبصل طبعا ممكن تستخدمه أي نوع ويفضل دائم أنه نستخدم السوردو لأنه قشرتها بتكون جامدة وبتتحمل سخونة الشوربة منفرغ اللوبة ومننتبه أنه ما نفرغها بالكامل منخلي تقريبا مقدار سانتي بالقاعدة والأطراف وهيك بتكون جاهزة زينتها بي البقدونس والجبنة للشدر طبعا التزيين على حسب الزوء وبالنسبة للخبزة اللي قطعناها من فوق بقطعها شرايح بهاي الطريقة ومنقدمها مع الشوربة ما بقدر أوصف لكم الدي كانت بتشهي عن جد طعم جدا مختلف ومميز أنا متأكدة إذا جربتوها رح تدمنوها وصحتين وألف عافية